هواف عند الاستعادة على المستوى النفسي دي يا كابتن هاني وحرك اشتغلت مع المتخاب للعيمبي في أولمبياد قبل كده في 2012 يعني ايه استعادة نفسي؟ يعني انا كمدرب المفوضة اقول ايه اللعبتي اعمل ايه مع لعبتي عشان يخشه المباراة دي او يخشه البطولة دي لا احنا داخلين نكسب كل المباراة ونقد بشكل كويس هتشتغل ان لازم تركيز اللعيبة لازم يكون عالي جدا في بعض التدريبات وفي بعض يعني في المحاضرات مثلا لازم يكون فيه اللعيبة تخاف مش تخاف تنزل خايفة لكن تعمل حساب كويس او المباراة وتعمل حساب كويس او الخصم هتفرجهم على مباريات لازم تفرجهم كمان على نقاط القوة بتاعت الخصم حتى لقلالة يبقى عندك دايما زقق ان البدايات دي هي ان شاء الله باذن الله تكون تساعدك انك تضمن بشكل كبير توصل للدور التاني انك تشتغل مع كل العيب يعني تشتغل مع مجموعات ممكن تقعد مع الخط الدفاع كده وتقول انتو مش يعني فيه لغة كده في الكرة يقولك انت اللي هتشيل الفرقة يعني تجيب الاربع انت اللي هتشيل الفرقة النهاردة تحفزهم اه تحفزهم وانت اللي هتشيل الفرقة حتى لو اللي قدام مش كويسين يعني فيه ادوات تحفيز الحتة اللي قدام لا الحتة اللي قدام لا اي فرصة لازم تجيلك وان شاء الله يعني فيه كلام تحفيزي وفيه كلام من المدير الفني أنه يوصل للعيبة أن البدايات مهمة جدا وإنت بتلعب معه فريق مش مصنف فريق يمكن خلال الفترات اللي فاتت كان بيخسر 6 أو 7 هزايم كتير فممكن يكون الإحساس دو واصل للعيبة إنه إحنا بنلاعب فرقة دي مجلوبة آخر 12 ماتش مجلوبة 10 ماتشات فغزبا عن اللعيب حيبقى نازل مش مركز 100% وبالتالي دايما في المباراة أنت ما بتعرفش تجيب تركيزك يعني ما يقولش اللعيب لا دي فرقة كويسة ويبدأ يركز الموضوع بيكون بالنسبة له ستوليت يعني هيبدأ خلاص الأمور بدأت حتفوق سنة سنة فعملية الاستعداد النفس مهمة جدا زيها زي الاستعداد الفني الاستعداد الفني لازم يكون مهم جدا إنك درست الخصم ده بشكل جيد إنك في وقت من لوقات كان لازم نضغط من قدام كويس قوي لأن خط دهرهم بيحب وهم يطلعوا بالكرة من تحت لازم تضغط كويس عشان تقطع الكرة وقادر أنك تقطع الكرة في التلت القداماني عشان تقدر تحرز أهداف ووسط الملعب لازم يكون فيه استحواز أكتر من كده لأن في وقت من النقوات المبراه محتاجة استحواز حتى لو استحواز سلبي سلبي بس بتدي إحساس للخصم لا يعني إحنا فرقة كويسة وقدرين إن إحنا نعمل حاجة كويسة وطبعا الحتة الدفاعية لازم طبعا تتزبط أفضل من كده بكتير